اشتركوا في القناة تكون مرفوقة ببعض القاطرات المتفرقة من الأمطار سحب سفلة رح تتشكل على المدن الشمالية الوسطى رح تكون مرفوقة بضباب خفيف على المدن الساحلية أيضا تبقى الأجواء مغشية بشمال الصحراء باتجاه منطقة الواحات بينما تكون أجواء غائمة ملبدة مرفوقة بأمطار على منطقة الصورة للصحراء الوسطى وعلى أقصى الجنوب الجزائر في الظاهرة إن شاء الله تبقى الوضع الجوية تميز المنطق الشمالية الغربية ووسطى نفسها تبقى الأجواء مغشية بسحب عبيرات تميزها بعض الأمطار المتفرقة تتشكل السحب السفلة لكن تميز المنطقة الشمالية الوسطى بينما تكون مرفوقة ببعض السحب العبرة أيضا نفس الوضع الجوية سحب عبيرات تميز شامل الصحراء ومنطقة الصورة بينما تبقى دائما الأجواء غائمة ملبدة مرفوقة بأمطار على منطقة الصورة على الصحراء الوسطى وعلى أقصى الجنوب الجزائري مع التطار للرمال بسبب الريح من المعتدلة إلى قوية على الصورة على الصحراء الوسطى وعلى أقصى الجنوب الجزائري درجة الحرارة الدنيا لصبيحة قد إن شاء الله ما قسمه بين 6 إلى 9 درجات بين مدن الساحلية من درجتين إلى 3 درجات في قسنطينة ميلا أم الباقي باتجاه مدية بليدة زيوزو وبرج بواري ريج بالنسبة للمدن الهضاب العليات لها الدرجات فقط بالبيض النعمة وسعيدة 5 درجات بالجلفة والبيض لتنخفض إلى الدرجة الصفر كأدنى مقياس على منطقة الأوراس على باتنا خنشلة وبريكة بالنسبة للمدن الجنوبية متعدد 8 درجات بمدن أطل الصحراء ويوبن عباس 10 درجات بأعالي الهوقار نفس المقياس بأدرار 12 درجة بجانة 13 درجة بإليزيوائنا ميناس 15 درجة بعين صالح نفس المقياس ببورج بجي مختار 14 درجة بعين قزام وعين أزاوة درجة الحرار قصوى لظاهرة قد إن شاء الله 17 درجة بوهران عنتي موشن توم نصف باتجاق سنتين ميلا ومباقي 13 درجة للعاصمة وضواحيها نفس المقياس بتيلمسان غريزان معسكر وشلف ترتفع إلى 20 درجة على وهران عنتي موشن توم نصف 14 درجة بمدية بليدة تزيوزو أيضا بمنطقة الأوراس 15 درجة بالجلفة والأغواط لتنخفض إلى 13 درجة بالبيض العامة وسعيدة بالنسبة لمدن الجنوبية من 20 إلى 21 درجة بالصورة وشمل الصحراء باتجاه بن عباس من 24 إلى 20 درجة بأعالي الهوغار التاسيلي 29 درجة بالواحد من 29 درجة عفوا بيتين دوفل ترتفع إلى 30 درجة كأعلى مقصة تحتضل بمدن الصحراء الوسطى مدن الجنوب الشرقي باتجاه فرج باج مختار وعنقز حالة البحر غضوة إن شاء الله سيكون مضطربة على السواحل الغربية قليل اضطراب على السواحل الوسطى والشرقية ريح راح تكون في قطيارات شمالية غربية على السواحل الشرقية بينما تكون شمالية شرقية على السواحل الغربية والوسطى سرعتها منتعدش 40 كم في الساعة على السواحل الشرقية والوسطى بينما تقدر توصل حتى 50 كم في الساعة على السواحل الغربية مشاهدين يا كيرام نصو الختم هذه النشرة نذكركم بالمعلومات الفلاكية شروق وغرب الشمس لتخص الجزائر العاصمة وضواحيها الغضوة إن شاء الله 22 فيفري أفين وسبعتاش وتبقى دائما العنوية الإلكترونية في الخدمة لمزيد من المعلومات في مخص أحوال الطقس وحتى البيئة أوقات منتعة مع بغيات برامة شروق وفي أمان الله موسيقى